ابنائة الله بالصف الثالث السنوي اهلا بكم في حصة جديدة من دروس مادة فيزياء ثلاثة ان شاء الله النهاردة بنكمل في درسنا سرعة الضوء طبعا قبل كده كانوا بيعتقدوا بان الضوء ليس له سرعة محددة ولا يمكن حساب سرعة الضوء بدقة نظرا لان السرعة بتتغير من لحظة الثانية يعني الضوء له سرعة لحظية يبقى قديما كانوا بيعتقدوا بان الضوء ينتقل لحظيا يعني ليس له سرعة محددة يبقى كانوا بيعتقدوا بان الضوء ينتقل لحظيا يعني ليس له سرعة محددة جاه علم بعد كده اسمه جاليليو العلم ده اول ما نفترض بان الضوء له سرعة محددة يمكن قياسه باستخدام مفهوم المسافة والزمن هو طبعا افترض ولم يعين تمام هو توقع ان السرعة ديت كبيرة جه اول من اكد بان الضوء له سرعة محددة اكد يعني اس تمام هو العالم الدنماركي اولي رمر اول من اكد بان الضوء ينتقل بسرعة يمكن قياسه وطبعا هو حسبها ولكن لم يحسبها بدقة تمام العالم ده اسمه اولي رمر اول من اكد بان الضوء ينتقل بسرعة يمكن قياسها عينها طبعا ولم يعينها بدقة اما المين اول من عين سرعة الضوء بدقة اول من عين سرعة الضوء بدقة العالم الامريكي البرت ميكلسون هو اول من عين سرعة الضوء بدقة كان العالم الامريكي البرت ميكلسون يبقى اول ما نعين سرعة الضوء بدقة كان الامريكي مين البرت ميكلسو واضح طيب يبقى قديما كانوا بيعتقدوا بان الضوء ليس له سرعة محددة لانه بينتقل بسرعة لحظية تمام لغاية ما جاه علم اسمه جاليليو قال يوساز ان الضوء له سرعة محددة يمكن قياسها جاه علم بعد كده دينماركي اسمه اولي رومر اكد بان الضوء له سرعة محددة يمكن قياسها تمام وعينها بس ما عينهاش بدقة المال من عين سرعة الضوء بدقة اول من عين سرعة الضوء بدقة هو الامريكي البرت ميكلسون طيب بعد كده بنكمل كلامنا على الطبيعة الموجية للضوء الطبيعة الموجية للضوء بنسأل سؤال وبنقول هل الضوء له خصائص موجية يعني هل يمكن اعتبار بان الضوء له موجة بنقول نعم يا استاذ يمكن اعتبار بان الضوء له موجة والدليل على كده ان الشعاد الضوء بينعكس وبينكسر وبيحدث له حيود وبيحدث له تداخل يمكن للضوء ان هو يكون موجة تمام والدليل على كده حدوث انعكاس انكسار حيود تداخل طيب هنبدأ نتكلم عن مفهوم الحيود ايه هو الحيود بنقول الحيود هو انحناء الضوء حول الحواجز تعريف الحيود انحناء الضوء حول الحواجز لو الشعاد ضوءي مر من حجز بالشكل ده الشعاد ضوءي بيحدث له انحناء زي ما انت شاب بالشكل ده الشعاد ضوءي بيمر منحني للنحناء ده العلماء اطلقهم عليه اسم الحيود العلماء اطلقهم عليه اسم الحيود يبقى المقصود بالحيود هو انحناء الضوء حول الحواجز لو انت شفت صجب باب غرفة مثلا صجب موجود في باب الغرفة والنور كان مضاء في الغرفة ديت بنلاحظ ان الضوء بينتشر حول الصجب معنى كده ان الضوء بيحدث له حيود وان شاء الله الحصة اللي جاية هنكمل كلامنا والى لقاء في حساس قادمة مع السلام